تغتنم إيران الظروف المتوترة على الساحة الدولية للالتفاف على العقوبات الأمريكية المفروضة عليها وقلبها لصالحها هذا الملف فتحته صحيفة فينانشل تايمز البريطانية حيث قالت إن إيران تسعى لاستغلال الهوى الآخذ في الاتساع بين روسيا والغرب بسبب العملية العسكرية في أوكرانيا النهج الجديد كان ارتمائها في الحضن الروسي فالأحصاءات تشير إلى انتعاش التجارة بين طهران وموسكو وما يدلل على ذلك تخطي حجم المبادلات التجارية بين البلدين خلال الستة أشهر الأخيرة حاجز المليار والمائتي مليون دولار أضف إلى ذلك بحسب وصف خبراء أن دخول روسيا في أوكرانيا كانت بالنسبة إلى إيران خطوة أولى نحو علاقة أوسع أي أن التقارب المأمول سيشمل استبدال إيران أصولها القديم من الطائرات المقاتلة من الميك 29 القديمة بسخوي 34 الجديدة نظرا لوقوف إيران إلى جانب روسيا بعد أن وافقت على تزويد روسيا بصواريخ ومسيرات إضافية خاصة وأنها أتت أكلها في أوكرانيا وعلى ضوء ذلك توجه البلدان نحو إبرامي اتفاقية تعاون استراتيجي شامل كما أن التقارب مع روسيا مهد لإيران الطريقة أمام الانضمام إلى الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ومنظمة شانجهاي لأتعامن وذلك بعد قطع الرابط المالي العالمي عن إيران وحرمانها من الإرادات اللازمة للحفاظ على عمل اقتصادها كما أن إيران تنظر إلى الولايات المتحدة بريبة شديدة وتشتبه في أن هدفها هو الإطاحة بنظام تهران